السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نرى نموذج الفرد الأول في مادة النشاط العلمي يخص الأسدوس الأول بطبيعة الحال و المستوى الرابع الأسدوس الأول و الفرد الأول السؤال الأول استخرج من الوثيقة طرق انتقال فيروس كورونا المستجد ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بمرض كوفيد تسعة عشر عندما يسعل يعتس أو يتكلم أو عن طريق ملامسة الأشياء والأسطح التي وقعت عليها هذه القطيرات كالطاولات والمقابض الأبواد والسلالم بعد لمس العين أو الفم أو الأنف باليدين هنا لدينا طرق إما التعرد مباشر أو التعرد غير مباشر لماذا؟ لذلك القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب من الذي يكون تقل مباشر يعني أن الشخص يكوح عليك أو يعتص عليك أو يقدر معك وتما ينتقل هذه القطيرات لك وبالنسبة للطريقة غير مباشرة هي من التي تتلقى هذه القطيرات على الأسطح مثلا تتلقى هذه القطيرات على الأسطح مثلا شي حاجة أبقى عاد تلمس العين ديالك والأنف والفم فهدو كل الأنف والفم فهدو كل الأنف والفم فكيمشوا الجسم ديالك يعني كيدخلوا الجسم ديالك إذا هنه غادي نديرو عن طريقي درجو شانج لستيلو إذا عن طريقي التعرضي المباشر ل قطيرات شخص مصاب بالمرض بالمرض عند سعاله أو عطاسه أو تكلمه بالنسبة للالتقال غير مباشر هنا لبس الأشياء والأسطح والأسطح الملوثة إذا بالقطيرات ولمس العين أو الفم أو الأنف أو الأنف بعد ذلك إذا أو العين الفم أو الأنف بعد ذلك يعني تقيس هادوك لسوفاس اللي هما ديجا فيهم هاداك الفيروس من بعد إني تخذي الدك قبل ما تعقمها قبل ما تقصلها وتقس بها العين ديالك وللفم وللأنف هناك تدير البنتخاسيون ديالفيروس فلوكوغ ديالك السؤال ثاني أربطوا بسهمين بما يناسب إذا عندنا أنواع التلوث إذن تلوث الماء تلوث الهواء تلوث الأرض كل نوع من التلوث فهو يؤدي أو لا يؤثر سلبا على واحد يعني واحد الجسم معين أو على واحد الكائن معين مثلا تلوث الهواء الماء تبدو بتلوث الماء فأبريكا نخذروا إلى تلوث الماء يعني كنقصدو به البحار المحيطات الأنهار يعني نفوق الأسماك الأسماك اللي كتعيش في البحار وفي المياه المالحة ويحتى الأسماك اللي كتعيش في المياه العذبة بحل الأنهار إذن نفوق الأسماك بطبيعة الحال تلوث الهواء من ليتي كل الهواء ملوث تيكون عندنا أمراض جهاز التنفسي أمراض على مستوى الجهاز التنفسي إذن هنا غاد ينديروا أمراض الجهاز التنفسي تلوث الأرض من لي كيكون تلوث الأرض فإحنا كنا ندرو على انتشار الأزبال الحشرات وبالتالي حتى انتشار الأمراض والأوبئة رأي هذه الأمراض والأوبئة رأي هذه الأمراض والأوبئة رأي تجي من التلوث إذن غاد يندزوا دابا السؤال ثالث أضعوا علامة أمام السلوكات اليومية التي تعزز الصحة الجيدة إذن عندنا مجموعة من السلوكات وبالتالي حال غاد يندروا علامة أمام السلوك الذي يعزز إذن عندما نقول يعزز يعني يحافظ ويعني كانت متع ولك يخلينا نحافظ على الصحة دينا ونعزوها يعني تبقى دون كل فليطة ديالها أغسلوا يدي مرة واحدة في اليوم إذن مرة واحدة لا تكفي غسل اليدين مرة واحدة لا تكفي لأنه إحنا غير الوجبات الغدائية كي يكون ثلاثة الوجبات الغدائية فمن يمكنك أن تغسلش يديك باش تغذاء باش تفطر ما تغسلش يديك باش تغداء ولا ما تغسلش يديك باش تغداء إذن هذا ما غديش ندره قدامه علامة أتناول وجبات وأغذية متوازنة إذن هذا سلوك يعزز صحة جيدة بطبيعة الحال لأن الأغذية أو الغداء المتوازن فهو يعني أنفافور ديال نوتخو السنتين يعني كي يعزز صحة ديالنا ألعبو في أماكن ملواتة إذن طبيعة الحال إذن هنا بالنسبة للكلمات اللي ساعدونا أننا نفهمو هاد كلمة ملواتة يعني أوطوماتيك ما ما غديش ديال علامة وهاد مرة واحدة لأنه إحنا عرفنا بأنه غسل يدي يغسو يكون ناك بلوزيور فوه إذا قصيت إيش حاجة ملواتة وشكي تفارة يجب أن تغسلي ديك يعني متناش حتى تبغي تاكل أو حتى تسليم الماكلة على تغسلي ديك يعني يجب أن يكون عندنا التقافة ديال تنضيف الأيدي وغسل الأيدي بطبيعة الحال لأن اليدين يعني كان نستعمل بها بزاف ذيالأشي إحنا معرفين هم شوش نقيين أو لما نقيين اغسل الأيدي وانتغسل تبغي تغسلي دينا وانعقمهم يعني بزاف ذيالمرة كترياما ودخما كترياما حتى تسليم أجب أن تغسلي ديال تقافة أنهم نغسلوا دينا وانعقمهم يعني بزاف ذيالمرات كترياما مجمع إيجابي لتعاية يتوقف إيجابي التحديد على خيارة من قبل البحث مع البحض يتوقف حيث اشترك على المسان لطفق حيث حيث أيضا على استمرار وإذن حقيقة أولا على استمرار لابديننا يجب أن الاذيات أولا على استطاع جهاز وضع مرة أحيان حتى نفسه أولا على يستمرار رهستيّا على صفح اليهان بحاجة رائعة حاجة رائعة تكون من يتفرض الدولة إلا بقيت في المنزل ممكن أن يتعرض المرض ويجي شو واحد آخر ويجي معه هذا المرض ويجي معه هذا المرض لن تتفاعل هذا الأمر ويجي معه هذا المرض وهو ليس سبيل على المنزل ويجي معه لهذه المرض ويجي معه أجب الناس ويجي معه ويجي من خلال تحديد المرض أعطاء الآخرين اشترك معكم اشترك معكم اشتركوا فكرة عامة على المتحان كيفاش يتحطوا اشتركوا في القناة